أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم النهاردة عندنا لكتشر فايف في الكارديو باسكور في الهارت وهي خاصة بالكاردياك سايكل وهي من أهم الحاجات في الهارت لكن في نفس الوقت هي سهلة جدا إمتى إذا درسناها بطريقة معينة فعش كده من فضلك عاوزك تاخد بالك معايا لأن دي يعني موضع كثير من الأسئلة النظرية والمالكبال شويس والشافر ولا يمكن هتفهم هارت وتتعامل معاه كاكلينيشن من غير ما تفهم الكاردياك سايكل فهنتوقع الله ونبتدأ الكاردياك سايكل والكاردياك سايكل بتمثل الإحداث اللي بتحدث في الهارت مع كل دقة قلب هو كلام شكله شوية عاطفي بل أحداث اللي بتحدث في الهارت مع كل دقة قلب خلاص ده اللي هو معنى الكاردياك سايكل طيب نتوقع الله ونبتدأ بلوقتي لو احنا فرضنا يا ولاد هنتظبط بس الوصبيب بياخد شيئة وقت لو احنا فرضنا ان الهارت ريب بتاعك دورينجرست خمسة وسبعين برمينت فهيبقى مدة السايكل أو بوينت ايت يعني تمانية مع عشرة من الثاني ده إمتى يعني المدة دي مستبتة إلا لو اعتبرنا ان الهارت ريب بتاعك خمسة وسبعين برمينت طيب تعاني نشوف السايكل اول معلومة مهمة جدا انا احب انكم تعرفوها من وجهة ناظر الايتريا تختلف تماما عن من وجهة ناظر البنتجرست باول معلومة فالايتريا بيعمل السستول اي الانقباط بتاعه في واحد من عشرة بالثاني ويريح الداستول سبعة من عشرة من الثانية بينما الفنتجرست بيعمل السستول بتاعه في ثلاثة من عشرة من الثانية والداستول في خمسة من عشرة طبعا انا كاتبها لكم بطريقة سهلة جدا اكتحفظها يبقى دلوقتي هم اعداد فرضية لو خدت بالك واحد ثلاثة خمسة سبعة اللي في النص بتقع الفنتجر اللي في الطرفين بتقع الاتريا وبعام مرحوظة طريف انت لو جمعت 0.1 مع 0.7 تطلع 0.8 ده بالنسبة للاتريا بالنسبة للفنتجر 0.3 مع 0.5 تطلع 0.8 يبقى اول معلومة ان السيكل بتختلف من وجهة نظر الاتريا عم من وجهة نظر الفنتجر ولأول حاجة ممكن تخليك ما انتش فاهم القصة مدة السستول والداستول طوال الاتريا يختلفة عن مدة السستول والداستول طوال الفنتجر فالاتريا الصغير افتكارها كده اشتغل فترة ليلة 0.1 ويريح 0.7 المجموع 0.8 الفنتجر الكبير يعمل يعمل سستول يعمل 0.3 ويريح 0.5 وتجمعهم 0.8 تاني نقطة ولا تقل اهمية وعاوزك تركز معايا وتدل ان السيكل من وجهة نظر الاتريا تختلف تماما على الفنتجر بينما الاتريا يبقى في حالة سستول عشان يضخ 30% لفضلين فيه للفنتجر لأن الفنتجر بنفسه يسعب 70% لقد قلناها بكده لقد قلنا وهو يضخ تأتي لفضلين فبينما الاتريا بيبقى في حالة سستول بيبقى الفنتجر في حالة داستول داستول يبقى ده بيعمل سستول وده بيتلقى الدم في حالة داستول لو طالب تصور للحظة ان السيكل من وجهة نظر الاتريا هي نفسها من وجهة نظر الفنتجر عمره ما هي فهم كاردياك سايكل وأنا سقط مثالين على ذلك بالمدة الاتريا 1 من 10 و 7 من 10 الفنتجر 3 من 10 و 15 يعني مدة سستول في الاتريا غير مدة سستول و داستول في الفنتجر المثال الثاني كان أهم بينما الاتريا في حالة سستول بيبقى الفنتجر في حالة داستول وأعتنسى الأرقام لو الهارت بيت 75 مرة يبقى 0.8 وبعد الأعداد الفردية 1 3 5 كله 1 من 10 5 من 10 7 من 10 الطرفين دول بتوع الاتريا 0.1 و 0.7 دول بتوع الاتريا 0.3 0.5 ده أول جزء في دراساتي جزء الثاني طيب ايه وظيفة السستول وايه وظيفة الداستول السستول مش هسأله لك لأنه مفهوم السستول يعني يبقى نعمل وهي مكتوبة أصادك إنما السؤال اللي هتسيره في الشافل في المالتبول شويس اللي هو ايه وظائف الداستول يعني الهارت الداستول ده بالنسبة له ايه فيه تلات وظائف للداستول واحد إنه في أثناء الداستول بيحصل الفيلنك دين مراحل في الفينتكل بيحصل في فترة السستول اثنين بيحصل ثلاثة ودين صعبة الشيء يا أولاد إن الكوروناني بلاد فلو عكس كل الفلو كل الجسم يعني كل الجسم بياخد الدم أساسا كل الجسم بياخد الدم أكتر في فترة السستول مع هذا الهارت اللي بيدي الدم لكل الأورغانس أكتر في فترة السستول هو نفسه بيتلقى الدم بتاعه في فترة الداستول وفاهمك ليه؟ هذه الكوروناني بسلس لما الفينتكل بيعمل السستول بيقفل الكوروناني بسلس بيسكويد دم يبقى ما فيش فرصة إن الدم يوصل للكوروناني وغزة عضلة الفينتكل في فترة السستول الفرصة الوحيدة إنه يحصل في فترة الداستول خاصة اللي مين بقى؟ للأوائل؟ خبلك معا من الحتة اللي عندها البلد فلوحش؟ وقلناها مع الكارديك سايكل الثاني افهم ايه الرسمة دي؟ دي السبطة بتاع الفينتكل وده اللاترالول بتاع الفينتكل ده اللي جوه يسموه اندوكارديام اللي برا يسموه إبيكارديام اندو يعني جوه وإبي يعني فوق بالمعنى هذه الكوروناني بسلس يغزي كل عضلة القلب حتى عضلة القلب الجنب الاندوكارديام وعضلة القلب الجنب الابيكارديام فرصة عضلة القلب الجنب الاندوكارديام منها تاخد دم وحشة جدا في السستول ليه؟ لان لما الفينتكل بينقابت في السستول قلنا البريشار بتاع البلد بوقت بيزيد جدا بيوصل مية وعشرين يبقى فيه ضغط رهيب على الاريا دي من عضلة القلب اللي تحت الاندوكارديام صعب جدا الدم يجي لها في فترة سستول لان الدم بيحاول يروح لها من هنا وفي نفس الوقت ضغط البلد جوه العالي جدا بيمنع تضفق الدم اذا مفرصتها الحقيقية انها تاخد الدم فين؟ في فترة الداستول يبقى ليه الاوائل يقول او الطالب العادي الاول يقول ان الداستول مهم نمرة واحد نمرة واحد نمرة اثنين نمرة ثلاثة طب الاوائل يقوله ايه؟ من للمين إلى الاندوكارديام من الاندوكارديام واقولك معلومة جميلة عشان انا بحب اعلمكم طب ليس تعليم اكاديمي بس هذا يعلم معظم حالات الاندوكارديام عندما يحدث جلطة في القلب وحتة تموت في القلب يبقى في معظمها ساب اندوكارديام تحت الاندوكارديام لانها في طبيعتها فرصتها انها تاخد دم لانه لما الفنتكل ينقبض ضغط البلد في وقت تجويد التجويد يجب جداً فبيقل للساب اندوكارديام فالساب اندوكارديام في أساساً في فترة الداستور ايضاً سنين طويلة قوي قوي عاوز تتصوروه نمر واحد بليس واتروح لمكتب تصوير تكبره أكبر تكبير ممكن خطه عندك في القوضة التي تذكر فيها وطول النهار الأسبوع ده تفوت على السيكل السيكل يا أولاد عبارة عن ستة ثمانية 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 ثاية ثمانية ثمانية ستتحدث على السيكل ستipهم سيعيد القسم تمام مرات بس في كل مرة كل مرة في تمام مرات ربعيد القصة هدور على متغير مختلف ودي مثال طفولي كان زمان وإحنا أطفال يقولون إيه يعني بص في عشرين راكب في أول محطة نزل ثلاثة وطلع أربعة في تاني محطة نزل خمسة وطلع ثلاثة ويقعد يقول لك بقى محطة وبعدين نزل كذا وطلع كذا حضرناك عملت عد في مين؟ في الركاب في الآخر السؤال يبقى مختلف تماما يقول لك وهوقف كم محطة أنت كنت مركز في الركاب بينما السؤال جالك في عدد المحطة هو دي فكرة السايكل أنا يا أولاد هحكي نفس القصة تمام مرات بس حضرتك وحضرتك هتدور على متغير معانا يعني عنوان المتغير أنت ملكش دعب اللي بقوله وأنا هقول نفس الكلام بس أنت قلقط المتغير والسايكل بقول سهلة جدا وفي نفس الوقت إمتى لما تدرز بطريقة معانا لما تاخد بالك من نقطة الصغيرة دي أن القصة بتتقال تمام مرات طبعا في أول مرة هتبقى أصعب قليلا إنها أول مرة تسمع القصة إنها بعد كده هتقرف من القصة أيو أنا أحكيها تمام مرات بس أنت هتدور في كل مرة على متغير مختلف الأول نعرف أسماء الفيزيس الثمانية وأقولها بطريقة سهلة جدا أول فيز اللي هو الإترالسيستون وشوف أقول نفس الجمل هتحفظها صام الإترالسيستون بياخد فيز واحد وفاق واحد عديدAlright بعد استغزت فيز 1500 درام نبدأ передVentricular systolic أولا يأخذ ثلاثة فيز وكيف يأخذ ثلاثة 10 من الثانية تحفظ معاهم تلاتة فيزس وبعدين تلاتة معاشر بالثانية أول فيز اسمها ايزومتريك كونتراكشن ونحن عارفين عن مقياس سابت ما حدك الايترا سيستول ؟ الايترا عندما يعمل سيستول شرحها سهل جدا الايترا يعمل سيستول عارف سيكل بارت ويبقى سهل جدا لأديك معاك عشان كده انا اثرت ان اقولي الحكاية دي بث مباشر مع ان الوقتي هنبتديها بتسجيل وهيبقى طبعا الريزيليوشن هايل في التسجيل لان الداونلودنج هيبقى سهل بس قلتم الداونلودنج والتسجيل فيه عيب خطير لاحظه انه مقدرش استخدم الباك كاميرا والفرونت كاميرا بسهولة باز مقلب الجهاز ودي حاجة مش سهلة مش مجرد تاتش والحصة دي معظمها في المحاضرة اللي هتسمعها معايا دلوقتي بتعتمد على ايديك معاك فانا حبيت تشوفها عشان كده برغم ان انا عندي بعد طيارة لكن قلت لازم اقولها الكوباث مباشر لانها مش هتفهمها غير لما تشوف ايديا فالإترال ستول لما نشرحه فيه كلمتين لما الإترال ستول الوقت الدم هندفع للفنتكل يبقى البرشير جوه الفنتكل ايه يزيد بعد كده الفنتريكل ريلاكسيس تؤكوموديد بلاد فالبرشير يقل ده الإترال ستول تاني كلمتين الإترال ينقبل فالدم يندفع للفنتكل فالبرشير جوه الفنتكل يزيد ده فنتريكل ريلاكسيس تؤكوموديد بلاد فالبرشير يقل ده الإترال ستول اللي هو تاني أول مرة هقول القصة يعني بتفصيلات أكتر عشان تحفظها معايا الإترال ستول فاكر ثلاث وحدات بياخد فيز واحد رقم واحد واحد من عشرة من السل نبتد بقى الفنتريكلار ستول بعد ما قلت ريخلص ستول بيقفل الاتروفنتريكولار فالبس أصبح الفنتريكل مقفل بلاد فالبرشير جوه الفالب قفل بلاد فالبس يقفل بلاد فحول ينقبض البلاد لا ينضغط في الظروف الطبيعية ليست ممكن تضغط سائل فلما الفنتريكل يقفل بقفل لأنه قفل الاتروفنتريكولار فالبس ويحاول ينقبض البلاد لا ينضغط وعليه طول العضلة حجم الفنتريكل ثابت عشان كده سموها ايزومتريك كونتراكشن لكن البريشير بيزيد الحجم ثابت والبريشير بيزيد لما يوصل بريشير ثمانين في حالة الليفت فنتكل العقام دي مهمة جدا في الامس كيو وهقولها ميب مرة وعشرة في حالة الريت فنتكل يفتح الاورتك فالب ويحصل ايجيكشن بلاد الاورتك فالب يفتح عن الثمانين والبلمونير بيفتح عن العشر يعني في الايزومتري كونتراكشن ايه اهم الكلمتين ان الفوليوم ثابت والبريشير بيزيد الفوليوم ثابت لان البلاد لا ينضغط لكن البريشير بيزيد لما يوصل ثمانين ناحية الليفت يفتح الاورتك عشرة ناحية الريت يفتح البرمونير طالب قال لي ما عندكش مثال طفولي تفهمهو النبي قلت طبعا عندي مثال طفولي بس عاوز شوية تخيل ان مش حوالية اللي حاجة اللي انا عاوزها تخيل انا جبت كورة بلياردو الليها الخشب دي وحطتها في ايدي وده غط عليها هل حجم الكورة سيتغير؟ لا الحجم ثابت ايزومتريك انما ضغط الواقع على الكورة بيزيد جدا هو ده ايزومتري كونتراكشن في اسهل تشبيه بس بدل ما فيه كورة بلياردو انا حاطت جوا ايدي بلاد الفنتك اللي بينقبط وجواه بلاد خلاص حجم الفنتك اللي ثابت بيبقى في هذه الحالة مئة وثلاثين في حجمه مئة وثلاثين ميليليتر يحاول يقبط ما بيتغيرش الحجم لان البلد ينضغط لك البرشور وقع على البلد بيزيد لما البرشور يوصل فاكره تمانين في حالة لفي جانب عشرة في حالة رايت سايد تفتح الواقع بعد ما فتح الواقع بيحصل الى ايجيكشن في مرحلتين ماكسيمم ولاد يجيكشن وبعدين ريديووسي ايجيكشن تبل اول الايجيكشن بيبقى ماكسيمم وبعدين بيبقى ريديووسي يبقى ماكسيموم ايجيكشن إيجيكشن دان رديوز إيجيكشن طيب الماكسموم إيجيكشن بيسموه كمان رابد إيجيكشن هنشرحه بطريقة سهلة جدا من اسمه في الماكسموم إيجيكشن عشان كده قلتنا مهم تشوفني في المحاضرة دي كمية الدم اللي إيجيكتد في الأورطة أكتر من اللي تسيب الأورطة هنشرح هنا اثنين هنا واحد يبقى المحاضرة في الأورطة هيزيد عشان كده حتى يسموه ماكسموم إيجيكشن طيب في الريديوز إيجيكشن طالب زاكي متوقع شرحها ازاي الفوليوم بلد إيجيكتد في الأورطة أقل من اللي بيسيب الأورطة اللي بيدخل الأورطة أقل من اللي بيسيب الأورطة يبقى المحاضرة هنا هيقل كده يا أولاد خلصت نص الحكاية اللي حكيها تبع مرات اللي هو الاترالستول فيز واحد والفنتريكولر سيستول خدناهم كام فيزيس تلاتة فيزيس وأنا برضو عامل رسومات مش هقول من كام سنة عشان برضو ما كبرش روحي للسايكل دي فهنا أهي قدي أول فيز اللي هي الاترالستول 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 ينقبل لق 30% دم فالفنتريكولر سيزيد بعد كده الفنتريكولر الريلاكس اللي هو الدوتت المنقط تأكموديد دي بومب بلد فالفنتريكولر سيقل بعد ما خلصنا الاترالستول نبتدي فنتريكولر ستول اللي هو كان فيزيس تلاتة فيزيس تمام وبياخد تاتة عشرة من السانية بعد ما الإثرة ضغت دم قفل الاترالستول والساميليونير قفلها يبقى الاترالستول تتلاتي في لويز بلادها يبقى هينقبض الدم ولا ينضغط يبقى الحجم سابت عشان كده نقولها de geometric contraction لكن الpressure يزيد لما يوصل الى 80 فى حالة اللي فى يفتح الاورتكولر الرقم المناظر فى حالة الريتكام 10 فيه يصبح في وقت حلوة أو رابد إجيكشن ثم إيجيكشن وهذا يgtرسب مجهد رسومات جميلة و ستتحلك بعد الموقع في مكسلم الدم الذي يدخل أكثر من يجب الأورطة ساهمين داخلين وساهمين خارجين بينما لإيجيكشن الدم الذي يدخل أقل من الدمي في وقت حلوة انا شرحت نص الحكاية اكمل بقى النص الثاني خلصنا سيستول ياولاد نعمل ايه نعمل داستول اربع حاجات احاوزك تتخيل معاين الفنتك اللي خلص سيستول خلص عمل ازومتر كونتراكشن نعمل داستول ايه نعمل اصعب فيز في السيكل هو الفيز اللي جادي فيز زغارة بس ملعونا اسمها بروتو داستوليك ما يسبق داستول عاوزك تفكر فنتك اللي خلص الايجيكشن لفنتك اللي تنس تو ريلاكس هيحاول بقى ريلاكس ابس الاورتك فالبلاد تنس تو ريجيرج تمام الدم هيحاول يرجع لما الدم يحاول يرجع تخيل هيرجع من هناك من عندك كده ناحيتي انا عندي الفنتك اللي يحاول يريلاكس البلاد هيحاول اللي ريجيرج انا قلت لك ايه اللي بيحصل الاورتك فالبلاد زي علامة المرسيدس عنده تلاتة كاسبس فاللي هيحصل التلاتة كاسبس يملو والاورتك فالبلاد يقفل يبقى البروتو داستوليك فيز هي تشورتست فيز فيز في السيكل ما بين ايه بقى بصري هشبها لك ما بين نهاية السيستول والكلوجر ما بين نهاية السيستول والاورتك فالبلاد يقفل لا خلص السيستول والاورتك فالبلاد يقفل امتا بيقفل الاورتك فالبلاد لما الفنتك اللي يحاول يريلاكس فالدم يحاول يرجع فيروح مالك كاسبس يقصر فيز يبقى البروتو داستوليك فيز 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 بتوين افتحوا دانا اند اوف سيستول انكلوجر باورتك فالبلاد تاني 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 وتشوف الورع وهي مسجلة بعدين مش هنفكر الورع يبقى البروتو داستوليك is a very short phase it's the shortest phase ما بين ال end of the stall والclosure of aortic valve في امتهى ليه واندى ventricle tends to relax the blood tends to regurg this is prevented by sudden closure of aortic valve the ventricle tends to relax the blood tends to regurg but this is prevented by sudden closure of aortic valve طيب دي اسمها بروتو داستوليك بعد بروتو داستوليك يحصل ثلاثة فزيس ثلاثة فزيس يمثل رجع تريما عدتها الهديمة رجع ال ventricle close the chamber filled with blood بدل ما اقول it contracts is isometric اقول it relaxes is isometric يبقى فيها كلمتين isometric يعني حجم ثابت لان البلد برضو لا تمدد انما ان ال ventricle بيحاول نريلاكس فال pressure جواه بيقل لما pressure في ال ventricle يبقى اقل من pressure يفتح ال ventricle ويحصل نفسه جميل maximum feeling for reduced feeling يعني هناك كان ايه azometric contraction ووراها حاكتين maximum ejection هنا نفس الاثنين بس بالعكس azometric relaxation ووراها maximum feeling reduce feeling تمام؟ يبقى عندما اقفع التوتر عندما اقفع التواتي فال ventricle tends to relax ايه لكن الحجم ثابت ويریقل ال pressure يقل عندما ينزل تحت ال aortic تحت ال atrial pressure وهو تقريبا صيف هنا الرقم لطيف لانه في الناحيانين صيف يعني صيف كما يكون صيف ال right صيف ويفتح التوتر والفين يحصل في مرحلتين أول ماكسوم فيلنك وبعدين رديوس فيلنك تعالى بقى أورهلك على الرسمية يا ولد يبقى بروتو ديستوليك فيس أهل البروتو ديستوليك اللي هي أول واحدة ما بين نهاية السيستول والكلوجر بقى أورتك فالهدام حاول يرجع ما لا الكاسب سأفلها يبقى تساعدها تساعدها بين نهاية السيستول والأورتك فالفينتكيل تقلق المنطقة فبدل ما يقول ايزومتريك كنتراكشن شوف لذيذة قول الرسمة دي يبقوا نزلوهم كلهم يقول ايزومتريك رلاكسيش نفس الجملة ايه يبقى ايزومتريك يبقى الوليوم ثابت رلاكسيشن يبقى البرشور يقل امتى هيفتح الاترومنتيكو فالس دم البرشور هنا يبقى تحت الاترام يروح فاتح الاترومنتيكو فالس فيحصل فيلنج ماكسموم فيلنج أو رابيد فيلنج يعادل للرابيد ايجيكشن وراها راديوزد فيلنج تعادل للرابيد ايجيكشن الأول فيلنج كتير وبعدين فيلنج قليل طيب هنا بقى في صغوبة قليلة طيب ايه اللي بيحصل في البرشور في الفنتيكو في الحالة دي تعالا نفكر مع بعض الفنتيكو بيحاول الريلاكس وفجأة فتح الاورتك فالس فيلنج في الاول يولاد بيبقى الريلاكسيشن اقوم الفيلنج لان هو بيسبق الفيلنج هو بيريلاكس قال للبرشور فتح الفالس بعد ان حصل الفيلنج ففي بداية الرابيد فيلنج بس في بدايته بيبقى البرشور بيقل وبعدين يزيب بسبب الفيلنج طب خلاص بعد كده بقى بقى بقية الفيلنج بيزيد بيزود البرشور يعاني تاني اقول هلك باسلوب سهل انت عندك ريلاكسيشن وعندك فيلنج تفكر معايا بهدوء الريلاكسيشن يعمل ايه في البرشور؟ يقلل طب والفيلنج يعمل ايه في البرشور؟ يزود هو من سبق الاخر الاول حصل الريلاكسيشن لحد ما تفتحت ضغل معاين فيلنج يبقى في الاول برشور يقل وبعدين يبتدي البرشور يزيد ادي الشرح بتاعه يبقى في الرياكسيشن وفي الريديوست فيلنج في اول الرياكسيشن يقل حاجة بسيطة وبعدين يبتدي في كلاهيمة هنشوف الكيرب يزيد بس فهمت ليه؟ الريلاكسيشن يقلل الفيلنج يزود ايهما سبق الاخر الاول بعمل الريلاكسيشن في رحفتها البال بعدين يحصل الفيلنج ففي الاول الفيلنج يزود الفيلنج زيادات طفيفة زي ما نشوفها يبقى اونا مكشور ان انت حفظت اسماء الفيزيس فتعالى نشوف اسماء الفيزيس تانى مع بعض يبقى اربعة للسستول واربعة نحطهم مع الداستوري سهلة جدا حفظ اسماء الفيزيس الاول يحصل ايتران ستول وده بياخد فيز واحد رقم واحد مدة واحد من عشر من الثانية وبعدين الفنتريكولار ستول ثلاثة فيزيس ايزومتري كونتريكشن وراها ماكسيمم ورافت ايجيكشن ثم ريديوز ايجيكشن الناحن التانية بص هنبتدي بفز صغير اهو بعد الاترسطول نقول بروتو داستولي ما قبل داستول اللي هو ما بين نهاية السستول والكلوجر اوورتك بار بين الاندو سستول والكلوجر اوورتك بار اوورتك بار بيحصل نفسه بما بعد الايزومتريك كونتريكشن هيب ايزومتريك ريكسيشن بعد الماكسيمم او رابي ايجيكشن فاردوز ايجيكشن يبقى ماكسيمم فيلنج فاردوز فيلنج وبردو بعيد تاني اوورتك انه الفينتكل بنفسه اما بيعمل ريكسيشن بيسحب برقم مهم جدا 70% من البلد في بعض الكتب التكس بوكس لما تقول لك بيسحب 80% مش هنختلف في دي معظم البلد بياخدوا الفينتكل بنفسه بقى في البلد 30% لما سحب 70% بقى 30% لو بتحسب 80% بقى 20% كل واحد حسب الجامعة اللي هو فيه سحب الحكاية دي يبقى في الحالة دي بقى فاضل 30% في القتر دول يعملهم الاترال ستوري يبقى الفينتكل بنفسه بياخد 70% والاترال ستوري مهي سايكل هنبتدي من تاني الاترال ستوري لقى 30% اللي فاضلين عشان كده قلنا للميم فانكشن في ايتريا ليس لتو بمب بلد إنما بلد ريزروور ليس لتو بمب بلد لكنه بلد ريزروور تاني من شاطر بقى حفز اسماع الفيزيس في الصغيرة وورها ثلاثة شبه بعض وفي الصغيرة وورها ثلاثة شبه بعض يبقى الاترال ستوري وورها ثلاثة شبه بعض ازومتري كونتراكشن ماكسموم ايجيكشن دوز ايجيكشن بقى بروتو داستوليك دافت الثلاثة شبه بعض ازومتري كونتراكشن ماكسموم فيلنج ريديوست فيلنج سهلا طالب طالب يسألني طائب انت حفزتنا التمانية فيزيس وقلت ان احنا ندور على التمانية تشينجيس عارف اكتر حاجة بتضيقني هؤلاتي ان الطالب يعرف المعلومات بس ينسي الايتمس يعني هو لما يجيروا الفيس دي هتكلم في تمانية هو عارفهم بس ينسي ازاي افتكرهم كل حاجة العبد اللي اعمل لها طريقة تفتكرها بها فتعالا لاتسي ازاي هنفتكر التغيرات اللي هنتكلم عليها انا بقول ان احنا عندنا تمن تغيرات بقول له بطريقة سهلة جدا اربعة بار هياخدوا معظم الأوقت واربعة صغرون اربعة كبار هناخد الوزر في فينطكل وده التغير الأوم وفي الإاترياع وفي الاورت يبقى كان بروزر ثلاثة اتريقب روزر كبار اوورتك بروزر وهناخد الفوليوم بتاع الفنتكل بس دول الأربعة الكبار يعني مش هندرس التغير في الفوليوم غير في الفنتكل يبقى ثانيا أولاد هناخد ثلاثة بريشر التغير الأوم الأوم اللي هنحط عليه كل حاجة وهو الفنتريكولور بريشر وهناخد الاورتيك والإيترال بريشر هذه ثلاثة بريشر وبعدين الفوليوم فيه أربعة صغارين بقى كل واحد ياخد منهم ضئتين بالزبط الفالفز امتى فتحة وامتى قفلة ولما بتقفل الفالفز بتقفل صوت مثل في الحياة انت بتقفل نظيف جالك ليس هم يفتحوا الباب ويقفلوا الباب ثم الكورونا بلاد فلو اللي لسه نتعرفها انها بتحصل أساسا في الداستول فترة الداستول ثم عاوزين نحط الكهرباء الهارت على الاي سي جي يبقى ثانيا ما عشقت مثل عشقي للنظام ايت فيزيس ويقفلوا ويقفلوا وزي ما قسمناها مدوكم اربعة واربعة دول برضو هنقسمهم اربعة واربعة فعندي ثلاثة برشار برشار في الفنتركل وهو الطغير الأم ثم برشار في ايتريا وبرشار في الأورد ثلاثة برشار ثلاثة برشار ثلاثة برشار ثلاثة برشار فالفلز تدعيه ايما تدعيه عندما تدعيه قمر جرد جرد المعظم في الداستول سابعة واخر حاجة نضع الكهرباء اللي هي الـ ECG هذه المحاضرة يا أولاد من أسهل محاضرات لكنها مهمة جداً عشان تبقى دكتور أمراض قلب كويس وانا شفت الحلم وهو يتحقق كثيراً عن الناس من كتر محبوا السيركوليشان مع العبد الله قالوا لي في سنة بأخصين قلب وشفتوهم ورد وايد حسناً قد تدي التغير الأم التغير الأم التغير الأم اللي هو الـ Ventricular Pressure Changes وانا بحاول بقى النهاردة ايه مكبر لك شوية الصورة عشان نشوفها كويس نحاول كده اشتغل انا كل حاجة دلوقتي يعني مخرج ومصور وممثل وكل حاجة عشان تفرق طيب ده التغير الأم اللي هو الكرب الأساسي اللي بنحط عليه الكل الكربات يا أولاد اللي هو ما بين كل قصة والتانية هقول تضبط مخك تحط أنا هحكي نفس الكلام بس انت ففي هذه القصة اللي هو التغير الأم هحكي Ventricular Pressure يبقى انت ما تركز غير في Ventricular Pressure أنا هقول نفس الكلام بس انت تركز في Ventricular Pressure يعني مش هتحفظ معي بإذن الله هتقرف من إعادة الكلام بس انت تركز هتقرف الاترال ستول هو أول حدث فيز رقم واحد وبياخد فيز واحدة ومدته واحد بالعشر من الثاني سمعت التلات جمال دي بيحصله في الاترال ستول الأول الاترال ينقبض فالدم يندفع Ventricular فالبريشرا يزيد بعد كده Ventricular Relax فالبريشرا يقل لما الدم هيدقو Ventricular Pressure يزيد وبعد فالبريشرا يقل هو ده الجبل الستول سمعت الأولين هذا هو الاترال ستول فهمت لماذا الشكل هذا؟ عندما الاترال قبض الدم ندفع Ventricular Pressure زاد فالبريشرا يزيد فالبريشرا يزيد فالبريشرا يزيد فالبريشرا قل قبل الأورتك الاترال وفيز رقم وفيز رقم فيز رقم فالبريشرا يزيد ثلاثة 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 من عشر من الثانية إيزومتريك وراءها فالبريشرا يزيد نبدأ بالإيزومتريك من اسمها إيزومتريك فالبريشرا يزيد ثابت لأن البلاد لا يزيد فالبريشرا يزيد فالبريشرا يزيد نفس الكلام وعليهم في نفس الكلام فالبريشرا يستعمل فالبريشرا يزيد يجب أن تحفظها صمم هذا هو المكسيمم إيجاكشن الضغط يزيب من 80 إلى 120 في ناحية الأورطة ومن 10 إلى 25 في البامولي بعد ذلك يأتي الريديوز إيجاكشن من اسمه الريديوز حتى قلناها يا أولاد كمية الدم التي تدخل الأورطة أقل من التي تسيب الأورطة يقل 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 للكام لقيمة ليس مطلوب نعرفها يعني أنت مهم تعرف زاد لكام زاد لأقصى ضغط 120 قال للكام هنا ملاش أقيم لا يوجد كتاب بيك كده بقى احنا خلصنا يا أولاد نصر السيكل طالب زاكي قال أنا عندي سؤال قالوا إيه السؤال قالوا إيه السؤال قالوا إنت قلت أنك إنت هتحكي كمية الدم التي دخلت الأورطة أكثر من تسيب الأورطة في الأورطة هذا في الأورطة الدم الذي يدخل الأورطة أقل من تسيب الأورطة في الأورطة مع أن تتعلم عن كمية الدم salir ما أنك إنت عنوان السؤال من تسيب الأورطة ليس على أورطة أهم أمسئا بسوأ يعني بنا نقول هنا يا أولاد في الـ Rapid Ejection أو Maximal Ejection دم الذي دخل الأورطة أكثر من ساب الأورطة في الـ Reduced Ejection الذي دخل الأورطة أقل من الساب الأورطة فالـ Pressure L وفي حين أنت في العنوان تتكلم عن Pressure في الفنتيكل دي عاوز أطالب متوسط الزكاة يا بابا في الـ Two Phases دول الفنتيكل متوسط من الأورطة متصلين ببعض. عزك وانت قد في القوضة اللي انت فيها كده. تتخالي يقوله ينفع في شطري القوضة في نص على يمينك في القوضة اللي انت قد فيها نص عشمالك. والاتنين متصلين ببعض. ينفع تزاود البرشور في احدهم من غير ما يزيد في النص الثاني. فكر فيها ممكن كده وما فيش اي حاقل ما بينهم هم اتنين على بعض. نص القوضة اللي ونص القوضة الشمال فتخين على بعض. ينفع زيت في النص وما زيتش في النص الثاني هم متصلين ببعض. طبعا عشكي اقول الطالب متصل بزكائي. لا طبعا. فأدام هم متصلين ببعض والبريشور في الاورتة يبقى مفروض هنا برده اكتب بلس. هنا مينوس هناك برده اكتب بلس. يبقى فيش تعارض. انا اقول تعالى اتكلم عن البريشور. بسي. أدام الأورتيك بريشور زياد هيزيد الفينتكل لأن في توفيزيز دول هما متصلين ببعض أولاد تاني خلصنا نص السيكل أهم مرة الحكاية الأورانية أولاد أهم مرة هي القصة اللي ما قولها أول مرة لأن أنت أو مرة تسمعها بعد كده هيمشوا سهلين جدا فعش كده هعيدها تاني أو آسف تالت الإترال ستول ده أول حدث بيأخذ فيز واحد رقم واحد واحد من عشر من الثانية الإترال انقبض فالبريشور يزيد في الفينتكل الفينتكل اللي ريلاكس وأقومديت البلود فالبريشور يقض أفل الأترالي تيبع بلود والفينتكل لا أكثر من تقلوز تشيمبر في الدوش بلود غرفة مغلقة ملئنا دم والدم الليها نضغط فالفينتكل لما يكون تراك إيجومتريك كونتراكشن الحجم ثابت إنما كونتراك بيضغط على الدم فالبريشور يزيد 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 يوصل التمانين ويفتح الأورتك فالبريشور يزيد 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 تحد ما يوصل عشرة مليميتر ميركو في الرايت فينتكل ويفتح البلود بعد كده يحصل ماكسمم إيجيكشن فالدم اللي داخل الأورتة أكثر ما يصيب الأورتة فالبريشور يزيد في الأورتة هكملها وبالتالي في الفينتريكل ومتاصر الأورتة يوصل مية وعشرين في حالة الليفت وخمس وعشرين في حالة الرايت ثم فريدوز إيجيكشن من اسمها الدم اللي بيصيب الأورتة أكثر من اللي بيدخل الأورتة فالبريشور في الأورتة هو بالتالي في الفينتريكل اللي بتكلم عليه اللي متاصر الأورتة يقالي خلصت نفسه السيكل نيجي بقى حنبتدي الداستول بفيز صغيرة اسمه بروتو داستوليك ده أصعب فيز بتاع الأوائي اللي هو بقول فيز قصيرة لقيمة البروتو داستوليك ما قبل الداستول هحكي لك نفس الأحداث وأنت فكر ايه اللي ممكن يحصل يديك معاك في الفينتريكو القريت The vent says to relax, the blood tends to regurg but this is prevented by the closure of the Aunque Mitch Meral Aortic Cusps وقفل أورته The ventricle tends to relax The blood tends to regerge This is prevented by sudden closure of aortic valve الشرح فاني يا أولاد هعلي صوتي في الكلمة التعنيق أنت بتدور على ventricular pressure فأنا في الثلاث جمال دول هعلي صوتي في كلمة واحدة هيا هتجاوب السؤال The ventricle tends to relax ريلاكس يبقى الpressure يحصل له إيه يبقى الpressure يبقى الpressure يبقى الpressure يبقى الpressure أفل ال Aortic valve رجعت ريما لعدتها القديمة بدأ منقول Isometric contraction نقول Isometric relaxation Isometric يبقى الوليوم A Isometric المقياس ثابت متر يعني قياس وإيزو يعني ثابت يبقى الوليوم ثابت بس ده مش موضوعنا موضوعنا relaxation ويبقى الpressure يبقى الpressure هنا في النحائتين يجب أن ينزل إلى 0 يبقى الpressure لكي يفتح الاتروميات ويحدث في الاتروميات أيام أصبق الثاني قلنا يا أولاد يعني الريلاكسيشن ويحصل فيلنج الريلاكسيشن هو المتسبب في الفيلنج الريلاكسيشن يقلل والفيلنج يزود في بداية المكسيموم فيلنج الريلاكسيشن هو اللي يحصل فيلنج وعن الفيلنج يزيد تانا هذا أول تغيير وهو التغيير الريلاكسيشن هو التغيير الريلاكسيشن وأقول يا أولاد ده أحلى كيرف عندنا في الكورس كلهم منظر طبيعي جميل خالص منظر الطبيعي جبالين وسهل جبل صغير خلف الكورسكيشن هاتريا فتأكلم أن هذا الرسم في الأخر فعشان ساكون هاتريا لن تعادي على الورقة ممكن أن ألفها على بعض ساكون وعشان أوضح لك حاجة أن الفنتكل بنفسه سحب كم في المئة من الدم؟ 70%؟ في المكسيمون فيلنج وردوس فيلنج بقي في الإترا كام؟ 30% هذا بقي بالإترا لسطول لما نبتدي تاني لأنه مصيكلي يبقي الفنتكل بنفسه بيسحب في المكسيمون فيلنج وردوس فيلنج 70% وبقي تديم في المئة ده في الإترا لسطول لما نبتدي السيكل وأنا أريدك تحب الفيزيس سبعة وثمانية وواحد وهم وراء بقى سبعة وثمانية ومتديوا واحد لماذا؟ أول سبب لاز تحبهم أن هم دول سؤال من أهم الأسئلة في الشافوي الثري فيلنج الثري فيزيس اللي بيحصل فيهم فيلنج للفنتكل لما يقول لك الفنتكل بيملة في أني فيزيس سبعة وثمانية وواحد ما بقولش واحد سبعة وثمانية سبعة وثمانية وواحد لهم وراء بعض سبعة وثمانية الفنتكل يسحب 70% 30% رفضين في الإترا؟ بالإترا لسطول نحبهم جدا ده أول حاجة اللي هو لازم تهدم ده كويس عوي لإني عاوز أخلص سايكل في محاضرة واحدة وعارف أن انت فيديو ممكن تعيد فأنا مش عادة تاني وأريدي أنا فأسناء من أقولها عدة أكثر مرة ناخد بقى التغير الثاني يا أولاد أنا هحكي نفس القصة إنما حضرتك هتظهر على متغير تاني زبط صامي بتاع تموخك فنتريكولار فوليوم آه هيحكي نفس القصة ولكن نحن لا ندور على الفنتريكولار هندور على الفنتريكولار فوليوم هندور ماذا حدث في الفنتريكولار فوليوم فنتريكولار فوليوم هذه نقطة مهمة جدا فوليوم تعال نشوف مع بعض ما حدث في الفنتريكولار فوليوم اللي هو بص يا ربط انا الكرباء بتاع فتاعتبت فالبنتريكولار لانا كرباء برسمة بلوليوم هو الكربة فالبنتريكولار كربة لقصادة فلديم وهذا الكربة إذا كانت الكربة فتاعتبت أنا هحكي نفس القصة بس أميب بشكل دائما أول حدث بيحدث نفس الجمل هو الاتريل ستول وده بياخد فيز واحد رقم واحد مدته واحد من عشرة من الثانية وفيه كلمتين الاتريا كونتراكس فالبلاديان دفع للفينتكل فالبريشور في الفينتكل هو مش موضوعنا البريشور يزيد بص الإيدي إيدك معاك اللي غلط السايكل يبقى طالب ستوبيد سوري يعني ده فانتريك اللي ريلاكسي ستوأكموديد دي بامب بلاد ما ليه ضعب البريشور ان يقل ريلاكسي ستوأكموديد دي بامب بلاد يبقى الفوليوم في فانتريك اللي يحصل له في الفيز ده هاي زيد اهو خلصت اهي الفوليوم يزيد بعد ما خلصنا هي ترانستول نبتلي فانتريكولارستول وده ثلاثة فيزيس ثلاثة من عشرة من الثانية ايزومتريك كنتراكشن وراها ماكسموم إيجيكشن فريديوز بص الإيدي ديك معاك ايزومتريك كنتراكشن هي فتحة روح هنسأل ايزومتريك كنتراكشن يبقى الفوليوم ايزومتريك ايزومتريك فوليوم سابت مشكلة عنده في الماغم هيا ماكسموم إيجيكشن فريديوز بص الإيدي ويقل بما في الماكسموم إيقلي الجامد فريديوز بص الإيدي ديك معاكشن يقل ليجابج فريديوز بص الإيدي Raw للمرة الثالثة او الرابعة ان لا ينفعش سجل المحاضرة دي اي اي امكان ريزوليوشن لازم تشوفني فانا بعملها يبقى الزومتر كونتركشن فوليوم ثابت وبعدين يحصل ايجيكشن ماكسموم ايجيكشن فوليوم الاول بسرعة بعين بموت خلصنا نيجي للقصيرة اللئيمة خلصنا السستول نعمل ايه؟ بروتو داستوليك اللي هو الفيز ما بين هاية السستول والكلوجة والأورتو كفالف ده اهم سؤال شافه يبدو من المنطق انه بنهاية السستول بيقفل أورتو كفالف وهذا غير صحيح يعني اهم حاجة في البروتو داستوليك فيه انها الكل الطالب متصور انه بنهاية السستول هيقفل أورتو كفالف لا اهم معلومة في السيكل ان الأورتو كفالف ينغلق بنهاية السستول وانما ينغلق بنهاية البروتو داستوليك فيز فيز رقم خمسة ده اهم معلومة في السيكل هيقفل لتفرق الأوائل ان الأورتو كفالف ينغلق بنهاية السستول وهو ما يبدو منطقي وانما ينغلق بنهاية البروتو داستوليك فيز انا بدور على ايه؟ ايه العنوان؟ انا بحكي نفس القصة بس انتها دماغك ما متفكرش في حاجة معانا سأقول نفسي الثلاث جملة وبعدها عالي صوتي في الكلمة اللي انت عاوزها الجملة الأولى الجملة الأولى الجملة الأولى تنز يحاول لا يعملش الريلاكسيشن تنز يبقى الفوليوم ثابت هذه من أكثر حاجات اللي بيقلط طلبة يبقى في البروتو داستوليك اول فيز القصيرة اللقيمة الفوليوم ثابت 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 تنز تنز تريلاكس افر الاورتو كفالف يرجع التاتافيز بالعكس بص الايدي الريلاكسيشن حجمه ثابت يحاول الريلاكس يخص الفيشة بها فلما يوصل السف يفتح الـ ويحصل ويحصل من اسمها حتى بقياس ثابت يبقى الفوليوم ثابت وبص الايدي من اسمها يبقى الفوليوم يزيد الأول بسرعة بعدين ببط يبقى هنا في الريلاكسيشن الفوليوم ثابت ثم في الفوليوم يزيد الأول بسرعة يزيد ببط هذا الشكل هذا القوائل الجملة اللي جاءة القوائل لازم لما ألف الورقة يجب على نهايتها بالمسطرة لازم نقطة البداية هنا تبقى هي نقطة النهاية هنا لا تطلعش بها الفوق لازم تنتهي حيث لازم نقطة البداية هنا يبقى بالمسطرة تبقى هي نقطة النهاية تجميع لطيفة يبقى عندي ثمانية فيزيس حجم الفنتيكل حجم الفنتيكل يزيد في ثلاثة حجم الفنتيكل يزيد في ثلاثة اللي هما يحصل فيهم الفينج فاكرهم اللي قلت لك حبهم سبعة هشاور عليهم بالليزر تمانية واحد ما انتعرفت انها سايكل مفروض السما هنا حتى كده هاي دي سبعة ثمانية واحد يبقى الفنتيكل يزيد لما يملأ الفنتيكل وهو اذا يحدث في فيزيس احفظ معنا سبعة ثمانية واحد ثابت في ثلاثة دي بتاعت الاوائل اثنين للطالب العادي ايزومتريك كونتراكشن وايزومتريك ريلاكسيشن خلاص انما الاوائل بقى ثابت كمان في البروتو داستوليك البروتو داستوليك ويقع ثلاثة بيزيد لما يملأ الفنتيكل سبعة ثمانية واحد في السبعة ثمانية بيملأوا سبعين في المية وفي واحد بيملأوا تاتين في المية والفنتيكل سابت في ثلاثة فيهم اثنين ايزومتريك كونتراكشن مفهومين فيزين وستة انما القصيرة اللقيمة فز عقم خمسة خمسة و خمسة دي ببقى الفوليوم سادت الفنتيكل تنز. فيتنين بيقل من اسمهم في لتذنيين تغير في القصص الكبيرة وليس أخرى لأنه تفاهم تقدر تسمع تلك يبقى تأخذ بالك في الرسومات وتفرق الأوائل لأن البداية ستكون هي النهاية بالمسطرة لا تخرج لفوق هنا ثلاثة فيزيزز يزيد فيهم الفنتيكا سبعة ثمانية واحد ثلاثة ثمانية اهatan ثلاثة ثابت ثلاثة ثانية يسبب appetرا أ steep سوف يظهر using a deep , but تجد غير ثانية أضع بصوامي المخك اتريال برشور مرة أتكلم عن البرشور في الاتريام اتريال برشور اتريال برشور رسومات حلواتي حصاب السينية أنا أعرف كل الناس يستعينوا بها وهذه شيء لا تزعلني اتريال برشور تعال فرض على الاتريال برشور الاتريال برشور يكون ثلاثة برشور يزيل و يقل و يزيل و يقل و يزيل و يقل تعال ارسمها لك بره و نضعها على السيكل أنا أخبيها عنك في السيكل ولكن الأول أدريال برشور دكير برشور يزيل و يقل و يزيل و يقل و يعمل ثلاثة برشور يسمونه ACV ACV أنا أعرف كثير من الزملاء يسمعوني يعرفوا ليه ساموها ACV أقول دلوقتي لما هم مشورة بعض ACV لأبناء الأعزاء كيف تفتكر الحروف لما يقول لك الأعزاء تبع تبع إحضاء ثلاثة برشور ثلاثة برشور فقال بدأ ما يقول لك أسف لا أعرف صدا أسف أعرف أسف أعرف كل وف فيها جزء يزيد البرشور وجزء يقل البرشور جزء يزيد البرشور جزء يقل البرشور جزء يقل البرشور ال a و c و v على الجزء الاهم اللي بيزيد فيه البرشور اما اللي بيقل عشان خاطر نميزهم الدول لها ابريفاشن ثانية x و x- y في الكلينيكال اما يزيد a c v اما l x x- y حسنا ثاني انا هحكي نفس القصة بس انت بدور على متغير تاني خالص تعال فرجها لك هنحط البرشور على الكارف ال a و c و v احطوه بفوق ال a و c و v و x و x- y و y شوفت الكارفة ها انا هقول نفس الكلام بس انت هتظهر على متغير مختلف اول فيز اسمه aytral stool وده بياخد فيز واحد رقم واحد مدته واحد من عشرة من الثانية هرجع لقديك معا ال aytra هنقبض فالدم يندفع الفنتكل انت ركزت غلط نتركز على ال aytra احنا نتكلم على ال aytra ال aytra انقبض فالبريشور في ال aytra يزيد ال blood leaves the aytra to the ventckel فالبريشور في ال aytra قليل يبقى ده سبب ال a wave ال aytra ما انقبض برشور زاد ده بسابه روح ال ventckel يبقى ده سبب ال a wave وأظن فهمت ليه ساموها a wave لان سببها aytrialsystole aytrialsystole معلومة بمليون جنيه هنا بقى للأوائل general speaking الكيرب الاسول بتاع ال ventckel والكيرب الاحمر ده بتاع ال aytra general speaking البرشور في ال ventckel اعلى من ال aytra لكن في فيز واحد فكر فيها أرسم الكيرب بتاع ال aytra اعلى من ال ventckel ليه simple physics ال aytra بينقبض فالدم بيندفع من ال aytra عمر البلوب ما يمشي غير from higher to lower pressure عشان الدم يمشي من ال aytra لازم في النقطة يبقى ال aytra اعلى من ال ventckel يبقى ده مهمة جدا انك ترسم الكيرب بتاع ال aytra في فيز واحد اعلى من الكيرب بتاع ال ventckel اهو خلصنا ال aytra نعمل نعمل ventricle store وده بياخد ثلاثة فيزيس بياخد ثلاثة من عشرة من الثانية يبقى ثلاثة فيزيس ثلاثة من عشرة من الثانية فكرهم isometric contraction وبعدها maximum ejection and reduce ejection لما تركز في ال ventckel تركز في ال aytra isometric contraction isometric contraction تركز في ال aytra عندما يقابل الكاسب قافلة لا يوجد دم لا يوجد دم لكن ال ventckel تركز في ال 80 يبقى الكاسب يبقى الكاسب يبقى الكاسب يبقى الكاسب تدخل في ال aytra فالتركز في ال aytra فتح ال aortic valve وحصل maximum ejection يبقى الدم هيسيب ال ventckel في ال ventckel الفينتكل يقصر من ضمن الكلام اللي بتقصر ال papillary muscle هي muscle في اثناء maximum ejection عندما ال ventckel يقصر يضخ الدم من ضمن الكلام اللي تقصر اللي هي مسكة في الكاسبس تخيال ال papillary muscle مسكة في الكاسبس اللي هي السقف فأما تقصر هتشد الكاسفس لتحت مش هيفتح الوالب ولا حاجة الاول لما الفنتك الانقبض الكاسفس حصلها بلش لما الدم خرج والفنتك الاسر من ضمن الحاجات اللي تقصر ببابيلا لمصر فبتشد الكوردة انديني تشد الكاسفس لتحت فالفرش عفل قتر يحصل له ايه؟ ده اللي هو الناجاتي بسي او يسموها الاكس داش في اثناء الماكسوم هنا بقى للأوائل فينا نطمهم من جدا جدا للأوائل فقط اولا ان الاكس داش دي ما بتوصلش لنهاية الفيز دي في نص الفيز ثانيا وهو الاهم في مفهوم العبد الله انها بترجعش البيزلاين اللي هو الزيرو بريشر البريشر في هذه الحالة بيبقى فعلا نيجاتيف يعني البريشر في الايتريا بيبقى نيجاتيف بريشر نيجاتيف بريشر خلاص طيب عشان ما تنسهاش انا باش هتسلج بطريقة مختلفة انهم وراء الخلق خالق يبقى تعال اقري هناك هنا في الرسم يبقى في الاول حصل بلش في الكاسب البريشر حصل 80 الكاسب حصل لها بلش البريشر زاد البريشر بعد كده ما حصل ماكسيما ايجيكشن البريشر ما فيه البابيلار ماصل شدت الكورناتيندري نزلت تحت البريشر مرجعش زير وبقى نيجاتيف ايه اهمية ده انما البريشر في الايترا يبقى نيجاتيف ده يساعد رجوع الفينسي تيرن يبقى سبحان الله فيه تأمل خاص بالعبد الله يبقى انقباض الفينتكل طاقة انقباض الفينتكل ما بتفدناش فقط في انها بتإيجيكت البلد في الاورطة كما يعلم المجموع كل الناس عارف انا مالفينتكل ينقبض الدم يندفع في الاورطة لكن ده الطاقة دي من ضمن الحاجات اللي بتنقبض البابيلار ماصل ماصل بتنقبض بتقصر بتشد الكورناتيندي بتجيب الكاسبس لتحت بتنزل لتحت البريشرا ما برجعش زير وبيبقى نيجاتيف ده بيساعد كمان الفينسي تيرن يعني انقباض القلب ده الحاجة الرائعة وراء الخلق خالق مش بس بيزود البومبو برج في الاورطة وهو ما يبدو منطقي البومبو ده من ضمن اللي بينقبض البابيلار ماصل بتشد الكورناتيندي تنزل الكاسبس تحت البريشرا في الاورطة ما يبقى السفر يبقى ناقص تحت ناقص نيجاتيف فده يساعد الفينسي تيرن للأورطة يبقى الطاقة دي بتزود الدم اللي خارج في الاورطة والدم اللي راجع للأورطة عن طريق الفينس ما هذه الروعة عشان كده عمر ما طالب معايا يلخبط وينسى ان الاكس داش اللي هو نيجاتيف سي سموها لما البريشرا بيرجع انت مش شاف حاجة انا اسف لسه الاكس داش دي اولاد ما بتنزلش للزيرو رواني ما بتنزلش للزيرو رواني بتنزل هنا تحت الزيرو تحت الزيرو تحت الزيرو بيرجع يبقى نيجاتيف تحت الزيرو فليس على الفينستير نجل فيه وفهمت ليس موها سي سي عشان بلج ودخل وصلي مفضلك بقى كده قلنا نمين فالفينستير فالفينستير يجب في الاترة عمال يرجع يرجع في الاترة يبقى البرشرا جوة الاترة عمال يرجع البرشرا جوة الاترة يحده لحد ما الفينتكل يطلب هذا الدم في الماكس مم فيلنج وردوس فيلنج يروح طالب الدم ده واخده يجيب في الايترة يجب في الايترة ذي الى تانة موجه يجب في القوة يزود الدم في الايترة كذلك يسمون ذلك فهما يزيد يزيد لحد ما يرجع في البرشرا جوة الاترة يروح واخد هذا الدم عمال اكثر اجل في الايترة اهيلا يجب في الماكس مميس فالفينستير وفي أسطنوا إجمع في الاتريا الجميع في الاتريا وفي لوحة في الاتريا لحد في 7 أو 8 أبداً ويجوز في الاتريا يقل في الاتريا فعشكه يسموها V-Wave يبقى الاتريا تغيير في الاتريا كم وافيا أولاد أسف فأنا عرف ACV النجاتيف C والنجاتيف A والنجاتيف C والنجاتيف V بيسموهم في الكلينيكال بدأ بقوله بوستوف نيجاتيب قالوا الاي والسي والفي دي البوستوف والنيجاتيب تسميهم اكس و اكس داش وي وانت رأي تفاهم ليه سموهم اي و سي و في الايه سببها الاتريام والسي الكاسفس البلش والديكلاين والفي الفيناستير الاكوميليشن وبعدين انه يعدي لفانتكل نقطة تانية مهمة اولاد عموما الكيروليس سويت بتاع الفينتكل اعلى من بتاع الاياتريا لان في الفينتكل اعلى باعدى في هسي ولا يوما الفيز هذي قلت لك Bare잎 لازم اللون الاحمر بتاع الاياتريا يبقى اعلى من اللون الاسود بتايع هنا سبعة تمانية واحد بيملى فيهم الفينتكل من الاتريا الدم جاي من الاياتريا وبيملى الفينتكل كالمي الاتريا وبالفينتكي كالمي الاتريا وبالفينتكي فالفينتكي علامة الاتريا ولكن في الباقي كله الكربه Is não وهو النقطة التي تفرق الأولى هؤلاء تغير التالت ااتريا ادت اصعب ده أصعب وحي بدأ ما تقول آسف لا يعرفش أقول آسف أعرف ACV ACV طيب ليس أموم ACV أول واحدة A Atrium والC Cosp والV Venaciter يمسك أول واحد الأترا أترا السطوري زيادة في الأترا الدم يسيب الأترا للأترا سهلا C في الازيومتر كونتراكشن الكاسب يحصلها بولش يبقى بوسطب C عندما يخص الدم يحصل إcho colde في القواعد نظر المصل ي Prevention قد نطع التغذية مع إزيارة من العقد زيادة بالبوض وإريكم زيادة بالبوض وإريكم زيادة بالبوض غذيادة بالإزيومتر اضف المتسف وفي الإarbete التي لم surrounds دم البوض والأترا لبوض البوض والأترا يقضي متفاصل يعني طاقة الإنقباض القلب لذلك يسعى خارج وتسعى لذلك وعلى الأعزمة جميعها تنزل تحت سفر للأوائل ثم نحن نقوم بحثاً فينستير 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 أكثر من فاس فينستير تزود إزاله في إتر عندما يتم تطلب إتر في الماكسام فين جلوش فين جل فالأ شاهد هذا الأل وصف لا تنزل أخر ونهجاتف تاني ملحوظة للأوائل ان امتا الكيرب الأحمر اي البرشور في الاتريا يتخطى البرشور في الفنتكل اللي هو الاسود سيمبل فيزيكس الدم جاي من الاتريا رايح للفنتكل امتا بيمل امتا الفنتكل في سبعة تمانية واحد دولتلك حبوهم الثلاثة فيزيس بس الاب من الكيرب ان يق mob Flow التي أربما تسعى على زنده إلى المهجلة تتخطي ثمراا على زنده إلى زنده шمن فريما تسعى الثلاثة المهجلة فريما يベ extremely good 1-800 العام Alright في 7 و 8 يأخذ 70% و في 1 يأخذ 30% في بعض جمعات 80 و 20 ليس هذه النقطة التي ستقوم بها قصة الرابعة سأتحدث عن نفس القصة رابع و آخر قصة كبيرة نستعم نحن بتحديد نقصة نحن كيف ستقوم بشكل الشكل قبل أن أخذ المورد أي صحيح الضغط الضغط نحوك ملخ أنا ألاحظ في أي شيئ إن بيضغط يزيد في caption نسميه ascending wardrobe or anécrotic limb anekrotic ياSalam من أي expBl tur ones زينة أير zm وغم ذلك الذي تع史 الضغط ي سميز الملخISS or a cartacrotic limb السلق بمليخ alla ناحية بأثنين أسهل ضغط أي� وضغط أيضا وعند الاناكروتيك يعني بنبني وكاتاكروتيك يعني بنهدم طب أنا عاوز الناس اللي بتسمعني تفكر معي شوية أنا هساعدك هم تمانية فيزيس فيز واحد بس في الثمانية أنا أتكلم البرشار بيزيد فيه في الأورطة واسمه فتحه فكر أنا فيز في الثمانية أنا بشرح كان البرشار بيزيد في الأورطة فهو ده الاناكروتيك السبع البعين البرشار بيقل الاناكروتيك طالب قال لي خلاص أنا فاكرة أهي ولا بيبو بالإجاكش فهمه في المكسموم إجاكشن فيز الدم اللي بدخل الأورطة أكتر من يسيب الأورطة مكسموم إجاكشن أهي بس أديني نرجع نشوفها لا بقل ما كانش ينفع سجيلها لازم تشوف دي مقم ما مش مهم بإجاكشن ده الوحيد ماكسمو إجاكشن فيز تلاتة فهو ده الاناكروتيك أور السنديك الباقي كله كاتاكروتيك أور السنديك طالب أهي أوررها لك حتى في الرسمة أكبرها لك خلاص حلوة أهي ليش أحلى من كده رابد أو ماكسمو إجاكشن ساهمين دخلين و ساهمة طالع ده الوحيدة اللي بيزيد فيها البرشار في الأورطة رابد أو ماكسمو إجاكشن تنسيه تكبر دي الرسمة العامة بتاع السيكل والجدل وتحطوهم فوقتك الأسبوع ده ما عندك شغلك لأنك رايح في بيت عليهم سهل بس عاوزة فيه هو أقول كاردولجي قائم على المحاضرة السهلة دي نفس السؤال الأسكاء فقط أرسم الكيرف الأحمر بتاع الأورطة في الأسنديك والعراكوتيك فوق بتاع البنتكل ولا تحت بتاع البنتكل نفس القص اسأل روحك السؤال هو الدم جاي منين رايح فين في الرابيت إجيكشن الدم إجيكتب من إله منين لفين من الفينتكل إلى الأورطة يبقى لازم البرشور في الفينتكل اللون اللي سود يبقى أعلى من البرشور في الأورطة اللي اللحظة هو ديفر الأوائل هنا وهنا فقط تصنع الأوائل وزان بقول هذه المحاضرات ليس معني بها الطلبة فقط ولا الماجسترات والدكتورهات الزملاء معنين بها هم كمان يبقى لازم بقى دي أعلى دم جامل فينتكل للأورطة فيما عدا هذا الفيس بص البرشور في الأورطة بإله في البقية السايكل يسموه لطب بسنان لصيدالة لعلاك طبيعي بس ده علف هنا والبقى كله قال إنما لطلبة بشري لا الدسيندينج أو الكاتاكروتك بيه بيرجع نقسم إلى أربع أجزاء في الأول يقل وفي الأخر يقل أدي اتنين وما بينهم اتنين بقى الحتة القصيرة اللقيمة دياكروتك نوتش نوتش يعني بقرة ودياكروتك ويف نوتش اللي هي السابعة دي ويف اللي هي الثمانية دي نوتش وويف حسنا حسنا لماذا في الأول يقل؟ لأن بعد الماكسمم إيجيكشن بيجي رديوز إيجيكشن وانت شرحته كيف يجي رديوز إيجيكشن بيقل ليه؟ لأن الدم اللي داخل الأورطة أقل من اللي يسيب الأورطة يبقى لازم تبريشا في الأورطة يبقى لازم تبريشا في الأورطة سهل دائنا طيب نيجي بقى في الأخر يقل ليه؟ سهلة برضو جيد لأن البلد يسيب الأورطة شوف كذا فيس في انتظار الدفعة الجديدة اللي هي الماكسمم إيجيكشن يبقى ليه في الأول بيقل؟ لأن بعد الماكسمم إيجيكشن بيجي رديوز إيجيكشن يبقى ليه بقى هما الاتنين دولي بيقوا في ال MSQ داكروتيك نوتش و داكروتيك و ويف النوتش انخفاض حاد في البرشا في الأورطة والويف ارتفاع في البرشا في الأورطة يبقى انخفاض ثم ارتفاع نوتش في ويف أو الويف يسموه نوتش و ويف يسموها نوتش في نفس المعنى لماذا ينخفض البرشا في الأورطة؟ بروتو ديستوليك مرة أخرى فاكر بروتو ديستوليك تلك جملة أهم جملة في السيكل إن الأورتك فالف لا ينغلق بنهاية السيستول كما يبدو منطقي وإنما بنهاية بروتو ديستوليك ده فانتك التنز تريلاكس ده فانتك التنز تريجير ولكن هذا ينغلق بساطة الأورتك فالف يبقى ثاني الأورتك فالف لا ينغلق بنهاية السيستول كما يبدو منطقي وإنما بنهاية القصيرة اللي إيمان المرة 5 ده بروتو ديستوليك طب تخيل فيه مكسامو إيجيكشن وإنه إيجيكشن وفترة رح قافل الأورتك فالف يبقى الضيجر في الأورتك فالف يحصل له إيه إيه؟ يبقى سبب الدكروتك نوتش سادين كلوجر أورتك فالف ده أهم السؤال طب هو بيقفل في الأوائل ليس بنهاية السيستول أو الخطين الخطين دول نهاية السيستول لكي أقسم لك السيكل 2 إنما يتغلق بنهاية القصيرة اللي إيمان المرة 5 عش كده راس السبعة للأوائل راس السبعة لازم تيجي عند نهاية البروتو ديستوليك بنهاية البروتو ديستوليك ومالء سبب الوايف دي الوايف الصلع الوايف الأورتك لا إلاستيك فحصل مكسيوم إيجيكشن الأساتيك تشدد راديوز إيجيكشن لسه دم إيجيكشن الأساتيك تشدد أكتر أفل الأورتك فالف الأساتيك المجدودة ديها حصل الله يا أولاد الأساتيك دي على الأورتك الكلب أيه السبب الوايف الجول العصرارية في الأورتك لا ثم إيجيكش مهما أثار الضغط 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 يتعلي الضغط 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 هاته الجاية للزملاء يدرسها في مورد أمريكا وهما لا يسمون عنها لكن ليه أنا أظهر عليها وبالقندرسه لأنها تثبت أنه وراء الخلق خالق دي اسمها ويند كيس الإفكت ما سمعوش عنه الارتفاع في الاورتك بريشر خلت بالك حصل فين؟ أنا قلت ده نهاية الستول حصل مع بداية الداستول وهو كده خلصنا الستول يبقى الالاستيك ريكولي واورتا اللي عملت الارتفاع في الاورتك بريشر دي حصل في بداية الداستول فأكد لما قلت لك الكوروناري بلد فلو بيبقى لايج جدا في الستول ليه؟ لأن الناس كده هو بيعمل ستول انقباب بيبقى في الكوروناري فيسلز فرصة الكوروناري فيسلز أنت هتاخد بلد في الداستول خد بالك عن طول الستول الكوروناري فيسلز بتتدور جوعا مش لاقي عضج قلب الروحة دم القرعة مش داخل فيها دم أول ما يكتدي الداستول في الايري الداستول حصل دا كوروتيك نوتش ارتفاع في الاورتك بريشر فده يوحم داخل الدم في الكوروناري فيسلز تتدور جوعا واخد بالك أن أول فيسلز طلع من الاسسندي أورتها أول فيسلز هي الكوروناري فيسلز يعني الهارت يدي نفسه الأول أورتها هو بيضخ دم في الأورتها أول فيسل إيه هو الكوروناري طول ما فيس ستول كان الهارت وكانت الكوروناري تتدور جوعا بريشر ضاغب بيفيش دم جاي اسوائي ربنا عمل الدياكراتيك ويف هذا الارتفاع بسبب الالاستيك لكل أورت سموه ويند كيسل افكت بتزوج كوروناري بلاد فلو لأنها كانت بقالها فترة مش واخدها حاجة للزملاء مش للطلبة للزملاء وتثبت ليه أنا مضار عكام ده أنت عارف شرحي بختلف حاجة واحدة بس أنه وراء الخلق خالق وبعد كده أتعجب أنه يوجد في العالم ملحدون كل حاجة تنطق بأن وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله ده الأورتك بريشر عيد وين دولة أربعة كبار يبا الأورتك بريشر قلنا في مرحلة بيزيد فيها البريشر ascending or anacrotic وفيز واحدة بس والباقي كله descending or catacrotic مين اللي بيزيد فيه البريشر انتو عارفينها من اسميها maximum ejection rapid ejection فيز رقم ثلاثة حتعملوها باللحمر فيما عدال بريشر في الأورتك يقل لكله هنقسموا للأوائل الأربعة في الأول يقل لأن بعد maximum ejection يأتي الـ وفي الآخر يقل لأن بلد يزيز 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 فيما بلد لهم اثنين diacrotic حتى يسموهم ليه diacrotic diacrotic يعني اثنين اخذ بالك diacrotic 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 نوتش اللي هي السبعة بريشر عالي جدا وبعالي يعقبوا الويف اللي هي الثمانية diacrotic ايه سبب النوتش هم دول اهم اللين ان بعد ما حصل maximum ejection aftel aortic valve فانهار الپيش اهم معلومة ان الاورتك فالان غلق بنهاية السيستول كما يبدو منطقي وانما بنهاية البروتو داستوليك القصيرة اللقيمة فيز خمسة فلازم راس السبعة ما تجيش بنهاية السيستول اللي هو فيز اربعة ما تجيش هنا راس السبعة لا تجي في نهاية خمسة هي وبعدها diacrotic wave اللي هي سببها ايه بعد ما حصل maximum ejection وreduced ejection تشدت اساتيك خلاص وقفل اورتك فالانهار الپيش يحدث elastic recoilic اورتك pressure يعلى وينكس الافتك يزود القرون لطف اللي كانت محرومة في ستول لناس عاوزة تفهم كاردولجي وتحبه للزمالات ليس للطلب خلينا نقول أصغر سنة عشان محدش يزعل يبقى ما سبب أهم سؤالين هنا داكروتك نوتش صاد انكروتك اورتك فالانهار خلي الضغط ينهار داكروتك ويف الاستيك ريكايل او ورطا دول الاربعة الكبار ومش عيدهم تاني لان انت تقدر تسمع الفيديو تقدر تعيد مرات ومرات نجب الاربعة الصغارين اللي هم يا أولاد الاربعة تقفل وماذا تفتح هناك كثير من الجماعات حتى هنا في أمريكا أنا ليس في أمريكا ولكن عندما أبقى في أمريكا يشرحوا السيكل بأغلب طريقة في حياتي ليس يشرحوا التشينج في التمانية يأخذوا الحكاية من الأولى يأخذوا معين ويقول لك التمانية تشينجز يعني فيز ويقعد يقول لك التمانية تشينجز وبعين بعد يرجع لتاني يبتدي تمن حكاية عندي تمن حكاية حكاية عشان يبقى في تواصل وترابط ونخلصها مثل طريقة العبدالله لأمه يبتدي الحكاية الأولى ثم الثالثة تبقى فاتحة إنما السيميليونر قفل وبعد نصف ساعة يجعلنا في الأيزومتريك يبقى اثنين قفلين وبعد نصف ساعة يجعلنا في فيز ثلاثة الذي فاتح قفل باللون السود والذي قفل باللون السود يبقى في مغادرة كل الطب قلت لك كنت في الأول أنا فنية عسكرية هندسة يعني يجي الناس تفكر كيف فلما تغير الموقف إلى شارح قررت أقولها بطريقة مختلفة تماما قلنا تغير الموقف الأربعة تغيرات الصغرية التي تغير الموقف سأقولها الوقت هذه تأخذ وقت فأنا كان فيز يا أولاد فكر معي 8 فيز لاحظ الآتي أن أي في الأربعة الاثنين والثنين السيميليونر يفتح في ثلاثة اللي هو مبيضهم ويقفل في خمسة يقفل دائما بالنسبة للفل ويدا بالنسبة للسيميليونر لدي القاعدة بأحدى القاعدة يعني أن كل فلوب يفتح في ثلاثة ويقفل في خمسة سواء الآتي يفتح في ثلاثة يقفل في خمسة والسيميليونر يفتح في ثلاثة يقفل في خمسة فأي طالب قالت فلعا فهم منها نفهمهم. انت جاوب السؤال اللي هيقولك امتى الاتروفنتريكولار فالبس تفتح؟ مفروض بالفهم الاتروفنتريكولار فالبس تفتح اللي بتفصل الاتريا عن الفنتريكول امتى تفتح؟ لما الدم يندفع من الاتريا الى الفنتريكول وهذا يحدث في فيز سبعة تمانية واحد اهي وطبعا هم مرة بعض لانا عاوزها سايكل ايبا هتكمل كده كم فاتح؟ سبعة تمانية واحد ادي رابع سبب ليه قلتلك حب سبعة تمانية واحد ان هم اللي بيفتح فيهم الاتروفنتريكولار فالبس لان الدم جاي بالاتريا ورايح الاتروفنتريكولار فالبس ان هم اللي يبقى فتحين فالباقي كلها بالاخليل يبقى في نفس المنطق . مال دم ايباقى من يبقى المالülسي وضع مولا فالبس لاحظ ايجاства الد πολناتريكولار فالبس ثكان البازح و servantstandingه في هذه الناس وهذا يحدث في الماكسيموم إيجيكشن عد معايا وراها رديوز إيجيكشن للأوائل البقاء والبروتو ديستوليك اللي القصير اللي إيمان من خمسة أهم معلومة في السيكل أن الأورتك والبرنوني فالوزلان غلق بنهاية السستول وهو ما يبدو منطقي وإنما بنهاية البروتو ديستوليك يبقى كانوا فتحين في الماكسيموم إيجيكشن البروتو ديستوليك وبعد يقفلوا يبقى 3-4-5 3-4-5 بيبقوا فتحين أهو 3-4-5 يبقى أي طالب بيفكر معايا توقع في الماكسيموم إيجيكشن ودوز إيجيكشن لكن الأوائل العرفه كمان البروتو ديستوليك والخمسة اللي بقين قافل يبقى ده فتح في 3-7-8-1 لما الفنتيكل بيتميلي من الأترة الأترة ويفتحه والسيميزون فتحين في 3-4-5 لما الدم يبقى جاي من الفنتيكل رايح للأورطة ماكسيموم إيجيكشن ودوز إيجيكشن بروتو ديستوليك لأنه ينغلق بنهاية البروتو ديستوليك يبقى ده فتح في 3 وده فتح في 3 يبقى فيه 2 فيهم هما الاثنين أفلين ده سؤالي مسكو مهم جيد اللي هو الإيزومتريك كونتراكشن والإيزومتريك راكسيشن إيزومتريك كونتراكشن 2 وإيزومتريك راكسيشن 6 اللي هو قلنا ده فنتيكل كل الغربز قفلها يبقى 3 فاتح فيه من الاثنين من الاثنين سبعة ثمانية واحد ثلاثة فاتح فيهم السيمليونر لما الدم يبقى الدفع من البنتك الى الأورطة البرماري ثلاثة أربعة خمسة واثنين هما الاثنين قفلين فيهم اثنين وستة من أهم الأسئلة في الامسكو أولاد افتح هدناك معي هناك 2 فاتح فيهم كل الغربز قفل لكن لا يوجد أي فاتح لا يوجد أي فاتح لا يوجد أي فاتح في الامسكو وفيهم الاثنين فاتحين تبقى مصخرة يبقى البلد في حيث بيص سيمشى في عاني اتجاه ايو عديدة التي تختارها صح لا يوجد فاتح واحدة في الثمانية فيهم الاثنين فاتحين في الاثنين فاتحين لا يوجد أي فاتحين لا يوجد أي فاتح قلت لما البلد تقفل تقفل تغير السادس تغير السادس السادس التي نسمعها بالستيثوسكوب السماعة والزملاء استيثوسكوب ليس معناها سماعة استيثو يعني صدر وسكوب يعني منظر لأن أول استخدام السماعة كانوا يسمعوا أصوات النفس السدر فسموها ستيثوسكوب لكن ليس ترجمتها سماعة هذه فكرة المعلمات العامة تقفل انغلاق الاتروب انتريكولار لما بيقفل اهو كان فاتح وقفل كان فاتح في سبعة ثمانية واحد وقفل دي تدي الفرست هارت ساوند انغلاق السيمليونر اللي هو في القصيرة المكيرة ماكسما ايجيكشن دي تدي الفرست هارت ساوند يبقى الفرست سبب الاتروب انتريكولار وده سبب السيمليونر فالس حملها طريقة دميلة كده في عجلة يا أولاد في عجلة الفرست هارت ساوند والساكند هارت ساوند اللي هم مهمين طريقة لا تنسى طرق العبد اللي هارت كثيرة الساكند هارت ساوند كل حاجة فيها بحرف الاس الساوند ساببه ساوند كلوجر يبقى بالعقل الطالب زكي يبقى الفرست هو اللي ساببه الساوند كلوجر قلت القفل هو اللي بدي صوت اما ضيب بيجيلكو ما بتاخدش بالك وما بتاخد بالك الباب تقفل يبقى الساكند ساوند الساكند بيحصل بعد السستول ما ننتهي يدى اندرسستول خلاص وبنسمعه فين الحط سماعه أحسن ما يمكن فين الاورتك والبلموني فالبس فوق في الهارت رجبين فوق الهارت في الساكند اندرسستول احسن حاجة الاورتك دي بقى نقطة مهمة ليس كيف هاشرح الكلام ده على فكرة المحاضرة القادمة متقلعش ده بس بورها لك في عجالة كده الاورتك بتسمع في الساكند رايت مع انه طالع من لفت والبلمونري بتسمع في الساكند لفت مع انه طالع من رايت فاندك ليه اورها لك في عجالة كده الاورتك والبلمونري فوق الهارت تعملين كده فاللي طالع من الشمال صوته بيسمع ايمين واللي طالع من يمين والبلمونري صوته يسمع الشمال هما رجبين فوق الهارت كده دي سواي الاورتك انغلاقه في الساكند رايت مع انه هو بتعليف تفينتك والبلمونري الساكند دفت وبعد الساكن بيبقى شورد بياخد فيز واحدة بس اللونغ بالعكس الفيرست هيبقى لونغ وبعدين بحفظها بطريقة جميلة اللونغ اللي هو الفيرست يعني انت حفظت انه في عندك خمسة اس في الساكند الساكند هارت ساوند صادن كروجر دي اهم اهم اس فيهم في الامس كو الساكند سيميل يوار فالبس بعد ما الساستول يخلص وطبع مش بعد الساستول بالضبط بعد البروتو دا ستولي يتسمع احسن ما يكون في الساكند انتركوستر وهو شورد يبقى ده لونغ الفيرست اللي لونغ هو اللو بيتش يعني التردودات قليلة ويتسمع ادوارد لب عارف لما نحط سماعة نحس ان احنا بنسمع واحد تحت يقول لب دب لب دب لب دب لب فالفيرست ولا لب يبقى انت اما تقول ده شورد تقول ده لونغ تكمل ده لونغ لو بيتش ادوارد لب يبقى ترجع لده شورد يبقى هو ده هاي بيتش حاد صوت حاد التردد عالي يبقى صوت حاد يتسمع ادوارد لب انا مش هش على هارتساون انا اشحها في المحاضرات القادمة بس يعني عشان اديك فكرة انها سهلة انا عاوز معلومتين دلوقتي ان الفيرست والساونز الفيرست والساكند هم المهمين في ثيرد وفورث في اقل اهمية نقول للمحاضرات القادمة دول سببهم واحدة للسميليونر و واحدة للأترمنتكر وحفظتها لاجيال ذهبت واذا كان في العمر بعض من البقية لاجيال القادمة الساكند سببه الساكند ساكند الساكند بعد ما يخلص طول حقيقة القبر بعد ما يخلص في الاسترمنتكر ويجب ان يتسمع احسن فوق وليس تحت في الساكند انتركوستال وبعدين يبقى الفيرست نطع الناحية التانية اللي اللونج هو اللي اللو بيتش هو اللي لاب ارجع تاني يبقى تغير السادس سابع كروني بلد فلو في نقطة الفيصل في النجاح معظمه يحدث في السيستول او في الدياستول من الشرح الذي انا شرحته في السيستول او في الدياستول طالب زكي قال لي انت قلت ان في أثناء السيستول يبقى السيستول مقفولة فرصة الدياستول خصوصا قلت مين اللي بيعاني أكثر اللي هو جنب الفنتيكوار فوليوم في أكثر حتة مضغوطة اللي هي الساب اندوكارديا كمعظم الانفاركشنز في العالم بتحصل في الساب اندوكارديا تحت الاندوكارديا دي اوحش حت ففرصتها تاخد في الدياستول فرصتها تاخد فين؟ في الدياستول واللي فهم الويند كيسل افكت الويند كيسل افكت اللي هو اللي قولها بعد الالاستيكوار بقورتة بعالي البرشور ده كان بيقصد في فيز ستة اللي هو ازومتريك ريلاكسيشن فيز هادي اعلى كرون بلاطف لوا الازومتريك ريلاكسيشن فيز اللي هو فيز رقم ستة هاي هو ده الويند كيسل افكت في ستة ازومتريك ريلاكسيشن مصادفة جميلة طب اقل بلاطف فلو فين؟ في الازومتريك كونتريكشن فيز اتنين يبقى حلو يبقى في كرون بلاطف لاثنين ازومتريك اعلى اكتر فلو في الازومتريك ريلاكسيشن اقل فلو في الازومتريك كونتريكشن اكبر فلو ده ستدول سؤالي الامسكيو طب بص هقول ذلك بثلاث طرق لما يقول لك اعلى كرون بلاطف لو امتى؟ ثلاث اجابات صح ازومتريك ريلاكسيشن صح داستول صح ايرلي داستول اصح انها ميسستول معظم الكرون بلاطف لو في الداستول طب الاصح ايرلي داستول طب اصح الاصح في الازومتريك ريلاكسيشن بسبب الويند كيسل افكت اقل بلاطف لو في الازومتريك كونتريكشن وبعدين افهم بقى يعلى علو طفيف للأوائل في الماكسيموم ايجيكشن ويقل هو كله قليل هنا بس يعلى شوية بعد الازومتريك كونتريكشن اللي هي اقل فلو المينيما الفلو يعلى شوية في الماكسيموم ايجيكشن ويقل شوية في الريديوز ايجيكشن عارف ليه؟ لان انا قلت الكوروناليس برانشيز من الاورت والاورتك بريشور بيزيد في الماكسيموم ايجيكشن ويقل في رديوز ايجيكشن طبعا برغم انه في ضغط لكن البرشور عارف بيزود شوية في الماكسيموم ايجيكشن ويقل في الريديوز ايجيكشن لكن معظم الفلو في الداستول في الاصاح ايه لي داستول في الاصاح ايزومتريك ريكسيشن مع الويند كيس الإفكت وأقل الفلو في الإيزومتريك كونتراكشن للأسئلة المسكو حفظها وورد وعيد وحفظتها لكه أعلى كوروناي بلد فلو داستول إيري داستول إيزومتريك ريكسيشن بسبب الويند كيس الإفكت للجملاء أقل الفلو في الإيزومتريك كونتراكشن تغير الأخير هل نحط الإي سي جي على الكاردك سايكل طيب السؤال تافي جدا أيهما أسبق جاءوا بالإجابة السؤال منطقي الكهرباء أم الإضاءة هل الكهرباء تروح اللامب الأول ولا اللامب ينور الأول تفتكر طبعا الكهرباء توصل على أن تنور أي حاجة الكهرباء توصل على أن تشتغل طبعا الهارت نفس الفكرة الهارت شغال بالكهرباء ما الذي يجري كهرباء كهرباء الهارت يجري كهرباء وعن ينقبض طيب كهرباء الاترال ماذا؟ ماذا؟ P wave يبقى ليه القوائل؟ الـ P wave مش تبتدي مع الاترال ستول فيز اللي هو نمرة واحد الـ P wave تبتدي اتنين من مية من الثانية قبل الاترال ستول وبنفس المنطق القوائل الـ QRS اللي هي كهرباء بعضهم في ستة لا يوجد قيمة لأنه لا يوجد علاقة بين الـ والميكانيكال لأنه هناك علاقة بين الـ والميكانيكال لأنه هو اللي يعمل ميكانيكال ميكانيكال مجرّب مصطفة مصطفة بتبتدي في ثلاثة والطفة أربعة واختلفوا في الـ الـ دول الطائرات الثمانية أولاد لدينا 8 فزيز 8 فزيز 8 فزيز ليه أنا عملتها لك في الجدول الرائع ده أولاد هاو هذا الجدول اللي هو قلت من فضلك نزلوا من على الصفحة وصوروا ادفع فلوس زيادة شوية يقولون هاو ستكبروا لي أكبر يعني لو تقدر تعملوا لي نص متر في نص متر يبقى كويس واروح كده في القدرة بتعلقوا وعد رايح جاي عليه ده يلخص كل 8 حقاق سؤال الكاردك سايكل يأتي بطريقة بطريقة اللي أنا شرحت بها يقول لك تغير معين ونقوله في 8 فزيز أو هم الطائرات نمرة واحد لو كنت أخذ بالك وبعدين نمرة 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 ثلاثة نمرة طريقة تغير تغير في 8 فز أو يجب لك فيز معين ويقول لك أصعب أصعب في الشرح وأصعب في الإجابة لكن الجدول حلحت لسوأ أنا حطيتها جدول عاوزها بالعرض أهو عاوزها بالطول أنا أخذت باك أنك قلت لنا فيه ثلاث طرق طريقة ثلاثة عاوزة طالب أسكنة فيه طريقة ثلاثة برضو جدول بيجاوبها يا أولاد خذ بالك سهلة جدا كنا نقول يا أولاد أن الفنتريكل يبلى في كام فيزيس أو الأول بص الفنتريكل والفنتريكل والفنتريكل الفنتريكل كان ثلاثة فيزيس ثلاثة بعشرة مين هم الثلاثة فيزيس؟ إزيومتريك بعدها ماكسامم إجيكشن فردوش إجيكشن ففي الفنتريكل ممكن يجيب السؤال بطريقتين تكلم على إزيومتريك خونتريكشن ده سؤال سؤال الثاني بقى اللي هو الخبيث اللقين تكلم على إزيوتونيك خونتريكشن طالب فاهم إزيوتونيك يعني الفوليوم يتغير تنشر الفنتريك بينقبل في أولا راحة وبعدها ماكسامم إجيكشن ها هو الفولم يتغير نقوم بالذكار لذلك يبقى هما دول الإيزو طونيك كنتريكشن يبقى سؤال سور سؤالين إزيومتريك ده خلاص ده واضح إزيومتريك هو إيزيومتريك قونتريكشن إنما السؤال الصعب قلي الإيزيوتونيك اتكلم على تشينجس وسنزل هما دول الايزوتونيك يبقى اللي يضغل يبقى مهاش ايزومتريك دول الايزوتونيك فمجاوبها لك في الجنة الفوق لو طلب الايزومتريك لو طلب الايزوتونيك تأخذ ماكسمو ايزوتونيك نجد اصعب قليلا اللي هما تاستول احنا قلنا اولاد الفينتكل في فيزيس ايه اللي قلت تحبوها هذا خامس سبب لماذا تحبوهم سبعة تمانية واحد الفينتكلر داستول بهمل في سبعة تمانية واحد فعشان كده قسموا الداستول الى بهمل في سبعة وفي تمانية واحد يبقى بالترتيب سبعة كان اول فيزيس ايه بعدين تمانية مية داستول وبعدين واحد ليه داستول وخب برك هم مارا بعض سايكل سايكل سبعة تمانية واحد الفينتكلر بهمل في سبعة تمانية واحد هو الداستول سنقسم مية داستول ولو قال لي اتكلم على الليت يعني تتكلم على فيز واحد على مية داستول على الداستول وله توجد سيغط سيغطة سيغطة هو يملف سبعة ثمانية واحد إيرلي ميد ليت يبقى واحد ليت واحد ليت تمانية ميد الإيرلي ما تقول سبعة بس خمسة وستة وسبعة دي الطريقة التالتة والأصعب للكاردياكسايد وأنا أحافظ الأسئلة وورد وايت نظري وشافه وكله دي سوايد كورس معتبر ولا أزعل على الإطلاق أن الزملاء الصغارين بقول يستفادوا ويحاكوا اللي بقولوا ويستخدموا ورأي وكل حاجة ما تزعلنيش حتى الخط يبقى بتاعي شوية في الإنجليز معتبر الطلبة بتحبه شوية ومعروف الخط كبصمات الأصابة يعني البصقة ده خط الدكتور ناجي ثاني يا أولاد يبقى كم طريقة الأسئلة؟ ثلاثة يجب لك تغير معين فيه راح في الوراء يقص تغير معين تغير معين فيه تغير معين في فيز معين متخيلين تشكل الجدول؟ معلش مش لقيها تغير معين في الثمانية فيزس تغير معين في الثمانية فيزس ما يجيب لكش خالص اسماء الفيزيس والكلام ده لأ مش عاوزين الكلام ده خالص ما ريعمل ايه؟ يجيب لك حاجات تنتعرفهش قولك فانتريكورسطول اتكلم لي على الايزومتريك فانتريكورسطول هنا الاسم هو هذا السطول بيحصل في فيز 2-3-4 فاكر فانتريكورسطول تلاتة فيزيس بيقدوا تلاتة من عشرة من الثانية اثنين ايزومتريك وبعلم ماكسموم ايجيكشن فردوز ايجيكشن هذه الأيزومتريكورسطول الأيزومتريكورسطول ييملق في ارقام ثم Casual z mówią 23-4 فانتريكورسطول طب التوعينHHHH ميت يبقى فيس تمانية اللي هم ردوس فينج إيرلي تبقى دي أصعب واحدة لأن سبعة وخدوا معها خمسة وستة بعين قولي بقى في عجالة لكم سبب يجب يا أولاد تحب خمسة أتحب سبعة تمانية واحد عرفناهم دلوقتي سبعة تمانية واحد هم دول التلاتة فيزيس اللي بيملى فيهم الفانتكلي طيب تاني سبب إنه هو دي طريقة الأسئلة سبعة تمانية واحد سبعة يبقى إيرلي وتمانية يبقى ميد واحد يبقى الإيرت هم دول التلاتة فيزيس اللي بيزيد فيهم elventricular volume هم دول التلاتة فيزيس اللي فيهم el atrial pressure lahatrial pressure الصغير بيتخطى el ventricular pressure الك attempts 7.81 خامس حاجة هم دول التلاتة فيزل اللي بيفتح فيهم elterventricular balls ويقافل في الخمسة البعيد ثاني اقول خمسة دور تجميع حلو قوي سبعة ثمانية واحد هم دور التاتافيزيس اللي بيملة فيهم الفنتجل في سبعة وثمانية سبعين في المية وفي واحد تلاتين وعليه هم دور طريق الاسئلة إرل وميد وليت سبعة ثمانية واحد يبقى واحد ليت تمانية ميد سبعة إرل ثالث حاجة هم دور التاتافيزيس اللي بيزيد فيهم الـ ventricular volume رابح حاجة هم دور التاتافيزيس اللي فيهم الـ atrial pressure الصغير فقط بيتخطى الـ ventricular pressure العاد خمس نقطة هم دور التاتافيزيس فقط اللي بيفتح فيهم الـ atrial ventricular valves لما يبقى الدم جاي من الـ atrial ventricular هذه الخمس حاجات بأن ما تنساش أهم معلومة في السيكل هاعدها واختابها ليها تاني يا أولاد أهم معلومة في السيكل للأوائل إن الـ الـ لا ينغلق بنهاية السيستول وهو ما يبدو منطقي وإنما بنهاية الـ دور التاتافيزيس في السيكل للأوائل قصيرة لإيمان ولا تنسى من معلومات الجميلة في الـ atrial pressure قلناها لك إن البلج في قصب بحرف السي بيدي البوست في سي الدكلاين في قصب بيدي نيجاتف سي الـ الـ pressure ما بينزلش للزيرو وبيأخدش الآخر فيه بينزل تحت الزيرو فده بيساعد الفيناستير يبقى انقباض الفيناستير في الماكسوم إيجيكشن زي ما بيزود الدم اللي خارج من الفيناستير قلت باببلر مصر بتنزل القصب ستخلي الـ pressure negative في الـ atrial يساعد الفيناستير يعني الطاقة ساعدت خروبها دخول الدم ثم نقطة تاني للزملاء إن عندي دا كروتوك نوتش عند الـ closure of في نهاية خمسة في نهاية البروتودياستوليك يعقوبها كروتوك ويف اللي يسموها الـ تنزيف الأورطة في الارض داستول عشان الكرونا اللي كانت بتتدور جوعاً لدي ما فيش دم في السستول ومتاخدش دمتها في السستول ومتاخدش دمتها في السستول معظمه بسبب واحد من أهم المحاضرات في الكارديولوجي عاوزك تسمعها مرة ومرة ومرة وتكبر الصور اللي نزلتها لك وتحطوها على الخائط وتشوفها كثيراً لا يمكن هتبقى دكتور الكارديولوجي كويس من غير ما تبقى فاهم الأشياء 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 و الأشياء الأشياء حطتهم في جدوى التاريخي بقى له سنين طويلة وفي الآخر بقى أشكركم من أجل حسن إنصاتكم ومن أجل أعطكم وأتمنى أن أكون قد أفتتكم وألقاكم على خير بإذن الله إذا كان في العمر بقية وصحة أنا هغادر المنطقة اللي أنا فيها وهنبتدي بقى في الصورة الأشياء